اشتركوا في القناة انما يعني يعني عشان خطرك انت برضو هات ورقة وقلم وكتب كده احلامك شوف كم حلم حققتهم كم حلم ما قدرتش توصل لهم بس وانت بتعد الاحلام اوعى تنسى انك عملت اللي محدش غيرك قدر يعمله قدمت ادوار كانت لايق عليك وانت لايق عليها ارمي الورقة من تاني ابتسم للكاميرا ومدي ايدك وساعد تلاميذك في كتابة قيمة احلامهم يا استاذ الاستاذ اللي قعد جنبي دلوقتي ضيفي ما تبص على ملامحه دايما هتحس الا اذا كانت دور مش طالب كده بتواضع شديد جدا وده حقيقي لانه هذا الرجل اه متواضع جدا جنب اللي عمله وتاريخه اللي عمله في صناعة التمثيل في مصر او يعني فن التمثيل في مصر هذا الرجل علم ثلاثة اربع النجوم اللي موجودين على الساحة دلوقتي خرجهم تحت ايده هو وهو اللي اداهم وراش تمثيل وهو اللي اشتغل يعني رائبهم وهما بيكبروا وبيبقوا نجوم ويمكن تكون في الوقت او جاء عليك اوقات مثلا يا استاذ احمد بتتفرج بس لكن مش متخيل ان انت او يعني معرفش متخيل او مش متخيل في لحظة هتكون انت على نفس المستوى من النجومية لما الفرصة دي الجاية متأخرة شوية ولا انا غلطانة لا انا اشكريك طبعا الكلام الجميل ده يعني اتمنى نكون يعني استحق المهم فهو مش موضوع غلط مين اللي غلط ومين اللي صح هو الموضوع ان انا ممكن كون بفكر بطريقة مختلفة شوية يعني وانا بدارس التمثيل ما عنديش لغة التسويق او لغة الانتاج او لغة الصناعة اللي هي النجومية والحاجات دي كلها فانا بدارس تمثيل بدارس تمثيل انها ممثل او مش ممثل اه اوكي فان او مش فان اه فبالتالي انا شخصية من شكل شخصي مش مقتنع بحكاية النجومية ومش مقتنع من النجم والستار والملاك يعني ده خنف موضوع تاني خالص يعني مقتنع لقدامي ده ممثل ولا مش ممثل فمش بقيس على موضوع الشهر يعني ده مشهور فيبقى بيبقى ممثل لا لا او مش مربوط خالص احيانا بيبقى العكس بتتكرر جدا نمزج العكس دي بالزبط كده فانا بدارس ان مفيش حاجة اسمها شهرة مش حاجة اسمها مقابل يعني متستمعش المقابل مفيش مقابل تمام بس انت بتحبه يعني انا يعني حابقى نفسي ابقى اسمع منك قياستك للممثل الحقيقي او الريل اكتر يعني ما هوش النجم هي معروفة في كل الدنيا بص لقي واحد نجم جدا نجميته بتاعه هو ممثل ضعيف جدا جدا بس دي دي ظاهرة متكررة يعني ما هو في كل حتة في العالم مظبوط ودايما الممثل العظيم ما بيبقاش هو في المقدمة مظبوط ده يعني لكن بنتعلم منه لغد الوقت يعني بالضبط طبعا لكن برضو انت حضرتك انا ليه بتكلم بالطريقة دي عن حضرتك لانه وجودك خلف الكاميرات فانا اعتبر وانه انت بتصنع الناس اللي هتوقف قدام الكاميرات سواء كانوا هم الجيدين اللي طالعين من تحت ايدك او غيرهم لكن هم في الاخر امام الكاميرا في مجموعة ناس حضرتك مسؤول عن تصنيع شريحة منهم كبيرة وتشائل صدف انه تلمزتك بيحتل اماكن متقدمة جدا فبيتقال ده تدريب احمد كمال يعني ده تلميز احمد كمال بيفرد بيفرد لكن في لحظة ما حضرتك معلش اذا كنت مش هستعمل لك كلمة نجم لانه يمكن تكون لكن النور جي عليك قوي فبالقيت نفسك انت واقف في نفس الصف يعني احنا كلنا شايفين انه الاستاذ احمد كمال في الكم سنة اللي فاته هو تم اكتشافه يمكن وصلت المرحلة سنية هي دي المطلوبة لان ساعات الممثل بيبقى ربنا خلقه حيتطلب في سن معين ولا انا بتكلم يعني 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 ممكن واحد هو صغير يبقى ما يجبر يحلوه قوي او يبقى مناسب قوي او تيجي الادوار كتير قوي اللي يقدر يلعبها كده يعني فرصة مناسبة في وقت مناسب يعني طبعا مظلوط شفهاش كده انت انا بص يعني هدك الرحلة بتاعتي رحلة الاربعين سنة دولة في الفن دي يعني كانت تحلى مختلفة شوية انا يعني بالنسبة للتمثيل هو البحث انا يعني ممثل بالنسبة لي يعني باحث باحث يعني يعني بيدور على المعرفة في هذا الفن عايز يتضرب لازم يشوف لازم يجرب لازم يشتغل مصرح لازم كر ايه لازم 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 يعني رحلة البحث دي هي لتعنيني يعني وهو رحلة ممتعة جدا الواحد بيتعلم وبيشوف انا غدا دلوقتي بشتغل مع مخرجين شباب صغيرين في افلام قصيرة بلا اجر اه ايو بلا اجر يعني ما عنديش مشاكل يعني بس انا حقيقة بتعلم من الناس دي لانهم بيدفولي مش كلام يعني برامج لا هم بيدفولي بجد لان الشباب دلوقتي الكويسين طبعا انا بتشعر مع اي حد يعني المخرج الكويس اللي عنده فيلم قصير كويس وعنده رؤيته الخاصة انا 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 المستفيد الاول وكذلك انا لما بجد ادرب تمثيل الحقيقة انا المستفيد ازاي ازاي لان انا وانا بضرب اه انا بشتغل معهم اه بخش العب كده معهم انا اصلا مش مش استاذ يعني ولا انا كوتش يعني ازل ملعب كده معهم واخش معهم واطلع يعني جوه وبرك في نفس الوقت فبتضرب نمرة واحد نمرة اتنين بشوف مفاجئات يعني ممكن الشباب الصغير ده اكون متوقع مسلا ان اداء الجملة هيبقى كده حتى ممثلة وعارفة حتى تتوقع ان الممثل هيمثلة كده فأفاجأ بانه ممثلها بطريقة لا يمكن تخطر على ذلي من جيل صغير عنده عشرين سنة او او مدخل تاني خالص يعني طريق التفكير تاني خالص هو ده اللي انا بدور عليه دايما فكرة الجديد ده الشباب الصغير ده شايف التمثيل ازاي هيضيف ايه الحقيقة بفاجأ بأشياء رائعة وبديعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تلمزتك مين يا أستاذ أحمد؟ مين اللي خرج من تحت ايدك؟ انا ما بحبش اقول بحضور التلافذ دي يا سيدي احنا عايزين نعرف الله لا بس ناس كتيرة يعني يعني ناس كتيرة قد تدربوا يعني مع هنلي كريم ومنا ومنا شلبي وباسم باسم السامرة اه تدرب معايا وحنا المطاوع باسمة ده في اسماء كتيرة قوي اه ايوة يا شامن عزة الفشاوي يعني انت اسماء كتير يعني بشعب طيب بس انت بس عب بيزعلهم عن دي طيب بقى ان انت اللي قلتوهم دول متميزين وفيهم عجينة الممثل بجد اللي هو مزبوط مزبوط طب تبطع مع أوقات فراغ اه كل الولادة لا مش كلهم ثلاث اربعهم كانوا تدربوا معايا محمد مصطفى اه محمد مصطفى المخرج جي قعد معنا في الاستوديو وانا بحب المخرج اللي بيجي لي الاستوديو انا مش بتاع كاستنج اه تعالي عايش معنا التجربة يا حبيبي عايش معنا وكده وخش المطبخ بتاعنا وشوف احنا بنعمل ايه فبيجوا فعلا بيلاقوا حاجات جميلة محمد مصطفى في قوات فراغ عايش معنا اسبوعين عايش معنا في التدريبات وعايش معنا في بتاع ويقابل الناس خد ثلاثة اربع الناس من الاستوديو طب مين حد مثلا زي من حضرتك بتقول ما هو عنده عشرين سنة رح اقيل لك نمط جديد من الاداء يمكن مش موجود في الكتب كتير ده كتير مين اكتر حد من الشباب مثلا خدك او ايه دماغ دي لان حضرتك ما بتعملش كده يعني حضرتك نحسا شايف مبالح احمد مالك اه مالك اتضرب معايا كان بسا في اعدادي كان بيعمل دور حسل حسل البنة صغيرة هو صغير في الجماعة عايش معايا في الستوديو تلاتة شهر في وشي في كل يوم طب كان والنبي هو كان جاي لك طازة خلص وانت كان تليز في اعدادي الولد ده في الجماعة في حسن البنة انا بقى ده عادنا قلني خباري سود ايه الودة يا نهاري حوز جميل وايه النطق ده وايه الطريقة دي وايه الاداء ده ولما بيتكلم لغة عربية ولما بيكون راسين وهو قد كده ده كل شغل حضرتك اه بسرعة معا فترة كبيرة تلاتة شهر تليمان كل يوم يعني فأحمد مالك والناس وحضرتك ممكن تقبلني دلوقتي او سمعت تشرفيه طبعا الواحد عجز وعايز يغير النمط لا بقى بالضبط هي فكرة ان احنا ازاي يعني نجدد نفسينا كل شوية وندور على ازاي مثلا لما حدرتك بتبقي زي أنا من الحياة وبعدين عايزة كتاب جديد اه الكتاب الجديد ده بيفرق معاكي بيضيف لك حاجة بيحرك حاجات جواكي نفس الحكاية يعني نفس الفكرة فكلنا محتاجين ده انا رسالي لما ببعد عن التدريب كمدرب تمثيل بحس ان انا الشغل كممثل بيبعدك بيقربك اكتر بيخليك تقف في الناحية التانية يعني ناحية المتلقي وتحس بمشاعره ولا ايه دايما بقول ايه اللي عايز يدرب تمثيل يعني ياريت يمثل شوية مش لازم يبقى ممثل بس لازم يمثل يعني انا اللي ساعدني في موضوع ان انا هستمر عشرين سنة تقريبا كبادرب تمثيل يعني بمصر ان انا الاعضايا او المشاكل او الحاجات اللي بتشغني في اسناء التصوير كنت منقلها في الستوديو واقول لهم كذا 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 في مشكلة كذا كذا حصلت لي كذا كذا النهاردة المخرج حمل كذا النهاردة حصل افلة افنة مش عارفين بتريع انقلهم المشاكل فاذا اللي لا بعمله في التمثيل بحوله في الستوديو الى تدريبات فدايما كان فيه دايما جديد اعمال حضرتك مع استاذ داود عبدالسيد انا العارفة انه في فيلمين بس فاتوك من افلام استاذ داود لو ما كنت مسافر اه مظهور هل ده انت اللي فدته هو اللي فادك مين اللي فاد مين في الحتة دي انا انا بعتبر نفسي شخصية من شخصيات داود عبدالسيد يعني في الحياة نفسها اه اه انا بحيث ان انا خارج كده من شخصياته من كتاباته يعني من من قلمه ووسعيد طبعا ان هو في كل فيلم بيستدعيني يعني بطريقة بطريقة داود انت عارفها اه اه يشرفني احمد انك تبقى معايا في الفيلم الجديد بالتليفون طبعا مع كل مكالماته العجيبة دي بتبقى بتخبلني يعني اه سليمان بزبنتك رواية اه منا عارفة ازاي ما احسيتك هاااااااااا حلوة حلوة كويس كويس ي litter بRad كان مكسوف شوية مكسوف 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 من اي هياه وبما يا 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 أقوم czy اختي لو ديكو وعملونا شاد وش دي روايح هي روايح مش معاك هي مجادش عندك مبارح اعدامة لو كنت شفتها من يدي اسبوع اسبوع بل انتي متعرفيش يا راحت فينا مرايح تكون عملتها المدروبة عملت ايه تكون لك سكتة جمال تكي لابدى الله وانا هاعد شوية مع سيت المرايح ايوة بس هال انت بتحط المادة قدامك يعني ادوارك برضو ادائك فيها مش نمطي خالص يعني انت عملت ادوار تقليدية اب مش عارف ايه لكن الاداء مش نمطي خالص مفاجئ طول الوقت حرط اليهود يا خبر يصود على حرط اليهود عارف يا ليلا انت ساكنا فين في حرط اليهود لا غير حرط اليهود مش فاهمة يا باب انت ساكنا في قلبي انت حبيب احس انك شبهي اخلص المشاعرك واحزيزك حتى لو حتخساري عمرك كله يعني عارفني كويس اوه عارفك وفاهمك بس مفيش حدي في الدنيا دي خاف عليك قابدي شايفك بتجري ورا صراب حتى لو علي رجع بالسلامة في مليون سبب يمنع جوازك وانلي هتفضروا تحبوا بعضوا خلاص انت مش ممثل مستني الفرصة فجات انت ناسك قاعد كده بتضرب بتمثل انت في رحاب المهنة دي او الحب ده الرادي بالأدوار كلها مدرب ممثل حيقولوا عليك نجم اه بزغت جدا نورت قوي نجاح فظيع في كم دور في السنين الاخرانية استاذ في الحكتين طعمك مختلف وجديد بس في الاخر ما بحسش انه الايفوريا بتاعت النجومية اللي حضرتك اكتها في الاول في المحراب بالدوق من اصناف وكل شوي حاجة ده حقيقي دي وصف جميل قوي ووصف حلو قوي واتمنى طبعا ما يكون بس ده انا فعلا كده وبحب كده وعايز عايش كده لغاية اخر يوم في الحياة يعني يديك العمر والسحة يديك العمر والسحة يا رب ان شاء الله حاجة جميلة جدا الاستمتاع ان انا بحب اللعبة دي بحب الحكاية شقف ده ما ينفعش النوع ده ما ينفعش نورتني وشرفتني اشكرك جدا انا لسعيد جدا بلقائك ربنا خليك شكرا شكرا